عام جديد انتقل معه عمل اللجان البرلماني المؤقتة بملفاته الثقيلة والمختلفة وأخذت على عاتقها النظر في أبرز القضايا العاجلة على الساحة تسعة لجان مؤقتة خرجت إلى العام البرلماني الجديد وهي كالتالي لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري السامي لجنة الشباب والرياضة لجنة الإسكان لجنة الإحلال وأزمة التوظيف لجنة شؤون المرأة والأسرة لجنة تحسين بيئة الأعمال لجنة البيئة ولجنة حقوق الإنسان وأخيرا لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة هذه اللجان سيشهد معها العام 2018 صياغة قوانين تعطي أولوية وأفضلية تحسن حياة المواطن وتطور بنية في الوطني عبر مقترحات وقوانين لتلفزيون المجلس أحمد الشمري